رسالة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسؤول عن تجويع الشعب هو سيادة الرخيص بالتفريد في مقدرات البلد والنهب والسلب القائم عليه العسكر مع اعتدار الشديد نحن الآن على دراية معرفة كاملة بما يحدث من السلب والنهب والتفريد في مقدرات الوطن أصبح لدينا وعي بكل شيء أنا أستمع إليكم لمعرفة ما يجري في البلاد لأنني ألمس معكم وفيكم الصدق المعهود لكن المكلمة اليومية أصبحت دون جدوى فنحن الآن نريد حلا وحلا سريعا لمواجهة ما يحدث في البلاد لأن يوما بعد الآخر يزداد الحال من سيء إلى أسوأ فلماذا لم يتم توجيه الشعب وإرشاده إلى الحل وشكرا جزيلا لشخصكم الكريم مع تحياتي وتمنياتنا بالتوفيق طيب أنا أشكرك طبعا على رسالتك يعني وعلى كلامك بس أول حيانا آسف هو شغلانة الصحافة والتلفزيون هو الكلام فلو أنت شايفها مكلمة فأنا آسف هو الشغل بتاعنا أن نحن نتكلم أنت هتوصفه أنه مكلمة ملهاش لازمة وجهة نظرك على راسي حد غيرك هيشوف أن أنتوا بتطلعوا وتبينوننا الحقائق وترفع وعي الناس وأنتوا تقدموا رواية أمام رواية برضو على راسي وجهة نظره حد هيشوف أن أنت بتمارس دورك وأنا مش دوري أصلا كصحفي أن أنا أقدم لك حل وأنا قلت الكلام ده كتير جدا يا جماعة الخير في الحلقة الأولى في آخر كلام في مكملين قلت لحضراتكم كانت هناك أخطاء تمارس الثمان سنين اللي فاتوا وأنا كنت بأعلنها وبكتبها على صفحاتي أن الإعلام تم تحميله تركة السياسة وتركة الحقوق وتركة النضال وتركة الثورة فأصبح المذيع في مكملين لازم يبقى الرجل الثوري والراجل الحقوقي والراجل السياسي والراجل المنظر والراجل اللي بيفهم في كل حاجة فاختلط الحابل بالنابل فلم تعد هناك صحافة ولا سياسة ولا إعلام ولا أي حاجة بقت صلطة وكانت الناس بتطلع تتكلم في كل حاجة وكانت الجمهور نفسه كان بيحمل المذيعين في مكملين وغير مكملين مسئولية كل حاجة ووصلنا أن الدول لما حبت تتفاوض على حاجة اتفاوضوا على الإعلام لأنه كان الإعلام هو المؤثر لا السياسة ولا الرموز ولا أي حاجة فأنا قلتم اليوم الأول أنا جيت هنا المكان ده عشان أمارس عمل صحفي عشان أشتغل حاجة أنا تعلمتها اسمها صحافة وإعلام أنا هنا لست سياسيا ولست قائدا للثورة ولست موجها للثورة ولا أقدم حلول للثورة عشان بس الصورة تبقى واضحة العمل الإعلامي والصحفي هو بيوضح لحضرتك الصورة كلها بينور لك فلاشات عن اللي بيحصل ونهاية الأمر أنا لست وصيا على أحد عشان أطلع أقول لك اعمل كذا انزل صور اعمل إضراب لا 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 الخطاب الإعلامي الأبوي والفوقي وإن أنا أفهم وأنت لا تفهم أنا قلت لك أنا ما بعرفش مارسو غير بيعرف مارسو على عين والرأس هو شايف إن ده الصح ربنا يكرمه ويتقبله منه ويقابل به ربنا أنا هقابل ربنا بالله أنا بعمله بالكلمة اللي حضرتك شايفها مكلمة يومية على عين والرأس لكن أنا والله ما جيتش المكان ده عشان أقدم لك حل أنا آسف أنا قلت مش بقدم ما يطلبه المستمعون لو أنتوا هنا بتتفرجوا عشان أنا هقدم حلول لحضراتك فأنا مش هقدم حل أنا بتكلم عن الصورة كاملة في الآخر أنت بتستقل حل من اللي أنا بقوله بتستقل حل من تجارب بنعرضها بتستقل حل من معلومات بنتكلم فيها بتستقل حل من ضيوف بيقولوا قراءهم طبعا ده دورنا إن إحنا نحاول إن الناس اللي بتزهر وبتتكلم والمعلومات والمحتوى يوضح الصورة كان فيه تجارب أخرى إيه اللي حصل فيها وقفوا على الرجل يوم إزاي إزاي غيروا أنظمة ده من دورنا الإيه الصحفي التوعوي بس نقطة من أول السطر فأنا بشكرك على التذكير إن أنا يعني اضطرتني إن أنا أقولي الكلام ده تاني لأن مهمة إن إحنا كل فترة نذكر بي يا جماعة تحملوناش أكتر من حجمنا وأكتر مما نحتمل وتتعاملوا معايا إن أنا المفهودة أكون على منصة التحرير وأكلمك في القناة وأنا اللي أطلع عامل مشروع سياسي لا لا خلص أنا صحفي بمارس شغل الصحفي ربنا تقبلوا مني ويكون بفايدة مع حضراتكو والناس تستفيد منه بس لا أكثر ولا أقدر